بسم الله الرحمن الرحيم وأبي نستعين بنستكمل النهاردة دراسة خاصية اللزوجة وزا ما شفنا المحاضرة اللي فاتت قانون نيوتن ليه البيزيكوسي وقلنا ان التاو بتساوي الميو في الديو باي دي واي ونعم على هذا الكلام احنا بنقسم المائع الى نيوتينيان اند نان نيوتينيان في الاويت لو احنا بصينا للشكل اللي لقى المرسوم قدامنا هنا الريد شيرينج سترين او الديو باي دي واي وهنا الشير سترستاو اذا كانت هذه العلاقة علاقة خطية بسم المائع نيوتينيان في الاويت يبقى نيوتينيان في الاويت are linear relation between شير سترس and strain most common في الاويت اللي احنا عرفنا are نيوتينيان طب اذا كانت العلاقة كيرف بهذا الشكل يبقى نان نيوتينيان في الاويت يبقى نيوتينيان في الاويت والن نان نيوتينيان في الاويت ديبندنت على شكل العلاقة تاعة نون نيوتينيان اللي هي العلاقة بين الاويت وبين الديو باي دي واي بنبص هنا الميل بتاعنا بيحدد الفيزيكوستي وكذلك الميل بتاع الكيرف ده بيحدد عندي الفيزيكوستي كوفيشن احنا لما قدنا اتكلمنا على الفيزيكوستي ميو قلنا عليها ديناميك بيزيكوستي في حاجة عندي تاني اسمها الديناماتيك بيزيكوستي اللي هي اللزوجة الحركية ودي بنعطي لها رمز نيو ايه الديفينيشنز بتاعها النيو يعبارة عن النسبة بين الميو على الرو يعني انا لو قسمت الميو على الرو بجيب النيو طب وحدات الفيزيكوستي بتاعت الكيناماتيك الفيزيكوستي لو انا عوضت وحدات الفيزيكوستي اللي موجودة عندي على وحدات الرو هاجد الى ان اليونس بتاعتنا عبارة عن متر سكوير بير ساكن يبقى وحدات الميو عبارة عن نيوتن ساكن ده على متر سكوير اما وحدات الميو متر سكوير على الساكن وطبعا عندنا الفيزيكوستي اي مائع في الدنيا الفيزيكوستي بتبتدي من السوائل التقيلة زي المراسز والعسل أو الأويل التقيلة بتلاقي الفيزيكوستي بتاعاتها السوائل الخفيفة لها فيزيكوستي حتى الهوى والغازات لها فيزيكوستي على سبيل المثال الـ typical value للفيزيكوستي بتاعة المية 1.14 مية في 10 أصنع 6 متر سكوير على السكن وبالنسبة للاير 1.46 1.46 مية في 10-5 متر سكوير على السكن يبقى إذن أي مائع في الدنيا له فيزيكوستي معينة لما لن نبص في تأثير الفيزيكوستي لو أنا أهملت تأثير الفيزيكوستي يبقى المائع عندي مائع مثالي ولو أخدت تأثيرات الفيزيكوستي في اطبار يبقى المائع عندي مائع حقيقي من العوامل المهمة جدا جدا اللي هي مدى تأثير الحرارة على الفيزيكوستي احنا عندنا اذا كانت عندي الماء عجاز الفيزيكوسي ركز معي بتزداد مع زيادة درجة الحرارة اما اذا كان الماء عندي ليكود الفيزيكوسي ديكريز with the increase of temperature وبالتالي انت عندك مثلا على سبيل مثال كل شوية بتغير زيت العربية طبقا اذا كان حسب المدة او حسب كم كيلو متر لانه مع استمرار الحرارة بيحدث عندي انه الماء بيفخد اللزوجة بتاعته وبالتالي بيكون تأثيره في امتصاص الفريكشنز اللي بيحدث او الحرارة نتيج الفريكشنز اللي بتاعته عندي بيقل ومن العموم جدا على التأثير الفيزيكوسي هي temperature اما بالنسبة للغازات لما بنبتدي نعمل عملية الموليكولرز بتقرب من بعضها فبتزداد الفيزيكوسي اللي موجودة عندنا وبالتالي باحنا كده في هذا الجزء يعني ايه تعريف الفيزيكوسي يعني ايه قانون الفيزيكوسي وشفنا وحدات الفيزيكوسي وشفنا تأثير حرارة على الفيزيكوسي ان شاء الله المحاضر القادم نلقاكم في دراسة بعض التطبيقات على الخوص باذن الله وشكرا